قرد التكرار هو اللي هيخليني أفهم مش ضروري لأن ممكن يكون الحاجة اللي قدامي لها معنى أنا مقدركوش لأن أنا عرفتي باللغة العربية اللي نزل بها القرآن ما هيش على المستوى المطلوب طب أعمل إيه؟ نجيب تفسير معتمد لطيف مقتصر يبقى جنبنا بحيث أن ما توقف معنا حاجة نقوم فاتحينه ونشوف أرشح أنا إيه بقى؟ أرشح كتاب جميل جداً اسمه المنتخب المنتخب ده طبعه المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية كتاب معتمد مختصر المصحف وبيهمشي هذا التفسير المختصر اللطيف الجملة اللي توقف قدامي أنزل فاشوف معناها مش مجرد معاني مفردات نعم كتبني يبرك فحداً فده أنا برشح هذا الكتاب